كيف الوصول الى الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رو جايب لك النهاردة خمسين حديث بس بيقولوا دخل الجنة ان شاء الله بدون شرح لان هنقول ان ده الدين كله لكن بعد كده كل حلقة هنمسك حتة من الدين نفصصها نقول كيف زي بقول كده نفسي الكلام ده كان نفسي اعمله من زمان والحمد لله رب العالمين نسألاني اتقبل ان عايز اكلمك عن الوضوء ازاي تتوضى اكلمك عن كلمة بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فاذا غسل يديه خرت كله خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت اظفاره عايزك وانت بتتوضى بتغسل ايديك بتبصل تحت اظفارك ازاي خرجت الزنوب من تحت الظوافر ازاي وانت بتبصل المية هو ده ازاي خرجت الزنوب من تحت الاظوافر بتبصل المية وهي نزلة بتخر كده من ايديك وهي وهكده حتى خرد ذنوبه من اطراف الاحياتي في اللي بيغسل وجه من اطراف الاحياتي انك تبقى وان حاسس كده والمية نزلة من اطراف الاحيات ان فيه ذنوب بتخر من اطراف الاحيات مسح رأسه خرت ذنوبه من ازنيه هيجي معانا في الوضوء ايزا كلمت في الصلاة ايه مشاعر المسلم وحطت ايده على صدره او وهو راكع او وهو ساجد ايه الفرق بين سبحانه ربيه العظيم وسبحانه ربيه الاعلى ايه الفرق بينهم ايه الفرق اما تبقى ساجد وانفك في الارض او انت راكع وظهرك من حني ايه الفرق بينهم الشاهد النهاردة كيف الوصول الى الجنة